المهم وانا بكلمكم دلوقتي العالم كله يتحدث عن المباراة عايزة سيب بس الوصيد ابو المعاطي يشرح لكم الجزء الفني اللي شافه في الملعب لانك انت عجبتيني لما قلت هي لما قلت النهاردة انا مبسوط بشخصية الاهلي انا مبسوط بشخصية الاهلي اول مباراة ظرفها شخصية الاهلي في البطولة يعني وانت قلتيني ان المباراة دي احلى من الدحيل احلى من الدحيل بكتير فرقة وفعة رجليها بتنقل كورة عندها ثقة في نفسها عندها ثقة في قدراتها اللعيبة بتلاقي بعض اول مرة مستر موسماني يعقل ويفهم ان الفكرة مش باربعة اتنين تلاتة واحد ممكن تبقى باربعة تلاتة اتنين واحد ويتقدي فيها بشكل كويس بحيث انك قدام فرقة وقل لنا وجود اكرم فرق اه طبعا وجود اكرم توفيه النهاردة مع عمر السلية ومع حمدي فتحي فرق كبير جدا في وسط المد حتى لما غيروا الجمهور كله زام ليل انه كان عامل مباراة رائعة كان عامل مباراة متميزة كان مقدي اداء عالمي بمعنى الكلمة فالاداء كان رائع محمد الشناوي ما بقاش لعب كورة بس او ما بقاش حرس مره بس بقى قائد وبقى محل سق محل سق عندك اتنين بضعوا دربات جزائية النهاردة لعيب زي مراهو محسن أنا زعلان بصراحة من الاستخفاف الدم على مراهو محسن أنا الأول مرة حقول عيب عيب إن الناس تحفل بهذا الشكل على مراهو محسن مراهو محسن لعب القبول من الله سبحانه تعالى لكن الراجل لعب وحط ضرب الجزاء في قمة الجمال حط الحارس في الزاوية وخبطت في الآية وراجل طب حظه كده نحسه كده لكن الناس ما تقعدش تحفل عليه حتى لما الأهل كسب هو قعد يعيض وسجد وما جريش فرحة هو كان خايف ومرعوب إن هو يبقى سبب في ضياع البطول مراهو محسن يحتاج إلى إنك ترفع الأعباء عنه ترفع الضغوط عنه هو وورتر بواليا تحديدا الاتنين دول وقفشة لإن قفشة بعد جون القضية ممكن فاهم إنه في الملعب قصد فالكرة بتجي له يقعد ليه في بقى حوالين نفسه تحديدا لازم الناس تساعد مراهو محسن ولازم الناس تساعد وولتر بواليا ولازم الإعلام المضاد وأعاوز بقى هنا أنقل الأمر ده إلى جمهور الناد الأهل أنا شايف إنه فيه إعلام مضاد دايس قوي على نجوم الناد الأهل دايس قوي على مستر المسيبان بعض العباقرة بعض العباقرة المحلين العباقرة اللي هما جاي من كوكب تاني بعد مباراة بايرني ميونيخ طلبوا بإقالة مستر موسيمان طلبوا بإقالته طب النهار ده شكلهم إيه؟ وإنت بتكسب بطل أمريكا الجنوبية بطل البرازيل مش بتكسب بقى فرق عادية انت بتكسب بطل البرازيل بطل أمريكا الجنوبية اللي كاسبان سانتوس اللي تفوق في بطولة أمريكا الجنوبية على بوكا جونيورز واحد من الأعظم الفرق في العالم الأرجنتيني فأنت النهار ده كاسبان هل النهار ده بجأ أقول لا أما تمشيش موسيمان مسألة مش كده مسألة فقط توفيق وعدم توفيق عدم التوفيق أو فكري موسيماني كان الخوف والرعب في مبارات بيرميوني وكان عاوز يطلع بقل هزيمة ممكن النهار ده فكره خلاص ارمي بكل الرجالة في البحر اللي يعرف يعم يعم وخلكه شطار وشده حلكه وها كذا النادي الأهلي في بعض المباريات يحتاج إلى الدعم النفسي والروح المعنوي العالي يعني أنا مش بشوف حد في الجهاز يقدر يقوم بالمسألة دي وارد إن مستر موسيماني يبقى بتعمل عقليا بتعمل مع لعيبة فهم إنها عندها احترافية لكن معظم لعيبة النادي الأهلي جاي من أنديها مختلفة مش تربية النادي الأهلي معظم اللعين فبالتالي ما عندوش ثقافة الفوز ولا إرادة الفوز لكنها بتتخلق من الأجيال الصابق حد بقى زي وليد سلمان يعد يبثها حد زي سعد سمير حد زي محمد الشناوي وهكذا لكن بصفة عامة حد زي محمد هاني حد زي أيمن أشرف لكن بصفة عامة الأهلي يحتاج وبعض اللعبين يحتاجه إلى دعا من نفسه يعني واللي بيحصل مع مروان محسن أوفر لا زبح زبح أوفر وبقول لي على فكرة أتكلم في الإعلام قال إنه هو ظهر حزينا لأنه وضع ضربة الجزاء ولكن يا جماعة هو أضع وعمص لأضع على فكرة أنا معترف إن أنا ظلمت مروان محسن هتقول لي لي أقول لك أنا تحملت علي لكن والله العظيم في الملعب يهد أي ادفاع ما هو أنت لما بتشوفه في الملعب دليل وانت شوف تلفزيون دي حقيقة يهد أي ادفاع يا جماعة خلي بالكم اللمسة اللي بيتكلم عليها لو صداب المعاطي الأخيرة والفنيشنج اللي إحنا عايزين وإنت عايزه من مروان ده محتاج بأسك لدي له ثقة في نفسه من الرعب وإنه حاسس إن الناس مسكلوا على الوحدة وأبو قال هذا الكلام أبو قال هذا الكلام فخلينا ما نسبحش في الانتصار طيب ما عمر السورية ضيق تما فيه لعيبة النهاردة يعني إشمعنا الحملات على مروان إنت عنا بتتكلم علي هنا بعض ما نعايز أقول بقى إن بعض الخبراء بيستخف دمهم في كده وبقول برضه في نفس الوقت الناس اللي بتستخف دمها ضد مستر مسيمان عيب يا ابني لما هونك لابو المعاطي من قبل ما يجيلك مسيمان قال لك مسيمان الأهلي مع مسيماني شكل تاني أنت مخسرتش غير مباراة واحدة صح في كل هذا الكام من المباراة مخسرت من مين من بطل العالم من بطل مونخ مخسرت اتنين لأ الناس بقى اللي بقيت حياتها هي التحفيل وحياتها هي الشماتة هي دي ناس المريضة يعني قال لك الدحيل رهيب وهيكسب وبعدين قال لك ده الدحيل ده أي حد يكسب طب الدحيل كسب المركز الخامس وكسب بطل آسيا اللي هو أقلسان الكوري يعني خدوا حياتك إنت إزاي فانت في ناس مريضة تحاول تصدير الإحباط إلى لعب الناد الأهلي وإدارة الناد الأهلي زي أبو محمد الإفلاس اللي هو إيه السؤال الزمالك فريق عظيم ولا يمكن إنك تحطه في جملة مفيدة بعد ما أخفق الأهلي قدام باير ميونخ ماذا لو الزمالك أمام باير ميونخ طب النهاردة هتقول ماذا لو الزمالك أمام بالمرض أنا عارف يروح يقول لك إياه ما كانش رائع بضربات كذا كان فازلية الزمالك عظيم خلي بالك في ناس تفكر إن أنا عنصري أو مع الأهلي لما بحرب أنا بحرب الظاهرة تشجع فرقتك وبس بتحطي ليه الآخر في جملة مفيدة يعني أنت النهاردة الأهلي تلت العالم يروح واحد متخلف من الزلك يقول لك إياه علشان خاطر مش عارف إيه ويروح شاتم ما يفرحوش قوي في 2003 الزمالك الأول عالميا يا حبيبي الزمالك عظيم في مكانته أنت بتحقه في جملة ليه قول الوقت أنت حسن على رأسك بطه يعني تخيل أنت لما الزمالك تهزم من المحلة أنا أول واحد زائلت وقلت لك الكلام ده رغم أني يعني قلت لك ما كنت أنا عايزين إصطراع أنا مش عايز الزمالك يتعصر نهائي في ظل الإدارة الجديدة وبعلنها هو بشجع الزمالك بقوة في ظل وجود هذه الإدارة المحترمة وأي إدارة تالية بدلاًا الزلمطاحي مش مش مصنعتنا للزمالك يتعدي فالنهاردة بقول لك ولا الأيام كان ولكن كنا عايزين ننظف النادي فلازم نقف جنب الزمالك عشان نقف على رجلها فنزع مش زال قايفة على رجلها النقطة اللي أريتها النقطة اللي أنا أريتها عشان نسيبك تكمن يقول لك هي إحنا مش عن ننسى الناس اللي شغلت المداخن بين الشوتين والدخان اللي طلع خلى فرقة الزمالك ما شافتني في الشوت التالي طيب هم اللي بتوقع المحلة جايين من الفضة مهلا وجون ما شافوش دولا ما عاشفوش مداخن إي يعني مش فيه التلات مداخن بتوقع المحلة والله العظيم واحد كاتبهم ما ينفعك إن أنا أقول اسمه لأنه مريض والله يكاتب كده برضو شفت أنت قلت إيه أنا برضو في العجوزات دي أعوز أقول حاجة مش كل واحد مريض يكتب حاجة أو يقول حاجة أو يطلع على شاشة أردة كلام دي ناس مخبولة ما عافش أنت تقصدين والله بقي صف و�� يا بالله دي ناس مجنونة ومريضة عاوز بس أقول حاجة أنا انتقطت اتحاد القرى لما بعد برقية للنادي القرى بعد الهزيمة من بيرن مل نعناج النهاردة اتحاد القرى بعد برقية للنادي القرى برقية التهنئة بالفوز والبندلة الرومزية هذا هو الإيجابي وهذا هو النفاق هذا هو الإيجابي وهذا هو التزلف هذا هو الإيجاب وهذا هو محاولة استرضاء الناد الأهلي بعد الظلم الشديد في الدور الممتاز.